أنا قلت في التصريحات السابقة تاعي قلت لك سونالغاز عنده مرئيس مدير عام أعلى مستوى وكان لعب سبق لعب سيد مراد العجالة نقول لك خويا أنا واحد من الناس تفاجأت بي نقول لك ما نعرفوش لما درنا نقل الملكية يوقل أنه يعرف خباياك قد قدم جيدا القيت باللي إنسان دون مستوى لكن يا أخي لو تنتهد مستوى والله يبارك وراك في القيمة كاملة وتشد في شركة عملاقة مثل سونالغاز لازم عليك خويا الناس اللي تحطوا منها في سطيف يكونوا في حجم نادي وفاق سطيف نحبه ورا نكره وقلت لك أنا لما نجي ندخل للسياجة وفاق سطيف ونلقى مدير عام ما يقدرش وحد يدخل عنده لأنه مدير عام لا لا سي محمد راك في نادي وفاق سطيف معنتها لازم راك تكون عندك الجانب الاجتماعي لازم عليك تكون سوسيال لازم تعرف كيف يستقبل الناس تعرف باللي هذا مناصر سابق تعرف باللي هذا لعب سابق تعرف باللي هذا مسير سابق وهذا الناس كامل لازم ديرهم في صفك لأنه نحبوله نكره ونحن نادي تعنا هذا معروف بالجانب الاجتماعي على مرة سنوات من 1958 مهارة كرية وفاق سطيف مليح في الجانب هذا حتى جيتون توم ما تقدرش جيتا تكسر احنا كنا واحد الاوقات يكونوا نتيج مش مليحة ولا حاجة ويكون غضب جامعي وكذا بسح لما يجيوا للمقر نستقبلوهم ونهضروا معهم ونسمحوا من عندهم ونحن ناوين حتى اليوم من نحن تلاهرات مليحة مع ذلك الأنصار نتقبلوا ترموه يحبوا الفريق والعاطفات يحمل ونعقبوها بصحبه شتات تسكر كل شيء ما تخبرش وفاق سطيف هذا ما يكش عددا ما تغير هذا يبدو وفاق سطيف تغير صحية تقدر تغير في سيئستك تعتحسن القاز لا تقدرش تغير وفاق سطيف هذا وفاق سطيف إنه صحية هذه النقطة قدر نزيد نعطيك نقاط واحدين اخرين انت لما تشوف لعب يسرح بطريقة يعني كما نقولك اكثر من هاوية تشوفت اللعبه ده كارير درواش موزعي تري انا ما نحضرش على المستوى الفنية تاعه ما نحضرش على المستوى الفنية تاعه انتم استقدمتوها لكن لما تحب تسرحه عندك مرحلة وعندك فترة تسريحات لم يسرحها ايشا انا راح نجيك ليه دير وديقة تسيد تروح تسرحه في فترة ميش فترة تسريحات ولما يذهبوا لجنة المنازات لجنة المنازات طوب ليجيك باش ترجعوا للفريق وانت ابقى انت تتعنت وتقول من رجعوش من الخاسر الخاسر انه وفاق سطيف راح يمع عندوش اجازة يحكم لك الانسان اجازاتيات والخاسر انه وفاق سطيف ولا راح يعوض الاموال من حبونا نكره انت راك تسير فيه وفاق سطيفة او لازم راك تسير فيه وفاق سطيف تفهم باللي هادي راي ملك سطيف كامل وملك كل مو حبها سطيف وخارج سطيف مهيش ملكك باش سيراتة بتعنو تتاعك انا منقل بوش خلي يسرى وش يسرى مكانش يسرى وش يسرى تمشي بوش يقول قانو كورة القدم لانه وراك تسير فيه كورة القدم ما راكش تسير فيه شارك تاك الادارية الخاصة باش مش هاكمتها بنتا ونزيدك 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 كان بزاف 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 من المشاكل احنا اليومينا هذا سكتنا فيه مصلحة نادي وفاق صيف احنا ما سكتناش لانه رغبة تلف الاشخاص عنا راح نديرهم معاهم انا منحتاجكش وما راح نستنى منك رغم انك ممولي عتاد النادي الشركة شوف بالنسبة تمول نادي تالي ممثلتها انا ممثلت عتاد النادي شوف نعطيك في الدوبيت سيزون راحوا شراول عتاد تالنادي من جهة واحدة اخرى باش يديروا 17 وانا تقدمت ليهم للمكتب وقلت لهم انا راو عندنا عقد ما زال سيري المفعول مع الشركة راية التحدي الاستثمار اللي هي اوف سايد ايلا تحبون اعطيكم اللبس باش تروحوا تديروا التربص راو كين باش مديروش حاجة اخرى قل لك لا 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 لعنا من جبنه ما تقدرش تجيب مني منساسك الراسك لازم تمشي مع العقد اللي لقيتو انت راك جيت حكمت شركة هناك عقد مباروية بين تبقى كين عقد خوية انا معليش تقبلتها بحكم انهم جاوج ددهم ما زال ما يعرفوش من بعد تكلمنا وتحدثنا وفديتهم وتنقلنا حتى للقاهرة وقعدوا مع الرئيس المدير العام لشركة راية التحدي هي اوف سايد وهضروا معهم واقترحوا عليهم هما هذا التصميم تعلقاميس وفاق السريف اللي اقترحاته على شركة اوف سايد شركة اوف سايد لما قعدوا معهم جبدوا لهم لي طابلات اعطاهم ميل موديل قلهم احنا رانا حابين نديروكم حاجة كشباب سعودي رانا حابين نديروكم حاجة على مستوى لكن تم ديما تمت تكزيجيو علينا التصميم بتاع القميس نولي ونديروكم مش راكم حابين باش غدوة من غدوة ما تقولوش عند الانصار بللي لاش راكم نديرونا في هذلي موديل لكن هما اكزيجيو عليهم نديرونا هذلي موديل انا في يديك طيقة حسبت بللي هما اختاروا هذك الموديل نرحش بيري لحاجة واحدة اخرى قلت انا اختاروا هذك الموديل بارسكو بيركس من جس ادارة تحم وخيروا والله حاجة لكننا ما روحنا نلقيهم بللي خدموا تقليد هذك الموديل من جهة واحدة اخرى ابن سيبورسا طلبوهم من عند اوفسايد باش يخدموه لهم معلناش خدموهم اوفسايد وجابوه اوفسايد محضرت لهم جميع اللبس تحم حاضر واجد كل شي ما سدو لها اموال هاته العمليفات اللي خلاتوا تاريك اللي خلاتها الادارة السابقة ما سدو الاموال تعسنا ما دروا طلبية تعسنا ما دوا اموال تعسنا ورايحين يخسروا الفريق يعطيوهم الوفسايد يعطيوها الاموال اللي سالوها العمليفات ويعطيوهم الاموال تعلموسم هذا ويزدو يعطيو لها خرق العقد لانه احنا مديرين في العقد التانا بللي لو كان ويفاق ستيف تخرق العقد تعوض الوفسايد سين كونت ميل دولار ولو كان أفصايد ما توصلش ولا ما تديرش حاجة ولا تخصها ما تقومش هي تعوض لك أكيد انت تشوفوا باللي هما نديرين هكذا وقاعد ما شيف التعنت تعمع ليش ونروح نشري من عند مركة واحدة وخرى ونغطيها برك ندير لها صونة غاز وخلاص تمشي أكغالطة سيمحا أنا واحد من الناس نكمل لك هذه بركة ممكن ديت لك الكثير من الوقت تفضل تفضل هيش شركة أوفصايد وقالوا لي يروح لدير التدابير القانونية لازمة ضدها نادي وفاق ستيف ما قدرتش ما قدرتش أن ندير كونتر دارنا أنا وفاق ستيف أشوفها عائلتي ما قدرتش أن نروح نطيح كارتا ضد وفاق ستيف غدوان قول بلي وفاق ستيف أنا نروح نقف معاهم في دار الشرع لأنه حقها حقها لجل شركة سعودية لكن هذا اليوم أنا ما درتش ممكن هما ذو يكلفوا محامي وحد أخر ويدير ورح يديو حقهم إذن لماذا كل هذه الخصائر ليس كل اللي رح يخسر خزينة نادي خاصة خزينة النادي وزيدة كوكين بزبع عدة كومر واخبايل لابد أن يتم معالجتها في بيت نادي وفاق ستيف النادي العالمي والذي لطالما كان واجهة من واجهات كرة القدم الجزائرية في إفريقيا وحتى بين أندية العالم عندما تقول الكرة الجزائرية لابد أن تقول وفاق ستيف شبيبة القبيل مدية الجزائر الاتحاد العاصمة إلى غيرهم ذلك وحتى مدية وران أيضا زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر